تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالتها بالعام الجديد 2024 حيث تقدم فرقة تابلي أوبرا القاهرة رأيات المؤلف الروسي تشاشفاسكي كسارة البندق من إخراج أرمينيا كامل بمصاحبة أركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي خمسة عروض متتالية تقدمها دار الأوبرا المصرية احتفالا بأعياد الكريسمس والعام الميلادي الجديد وذلك على خشبة المصرح الكبير حيث تقدم فرقة بلي أوبرا القاهرة رأيات المؤلف الروسي تشايكوفيسكي البليل الكلاسيكي العالمي كسارة البندق طبعا إحنا عندنا بلي كسارة البندق ويعني ده يعتبر أشهر بليب نقدمه هنا في فرقة البلي وأكتر بليب يلقى حضور من الجمهور يعني وجمهور كله بيحبه الأجواء حلوة قوية وأنا عرفت عن العرض أصلا من على السوشيال ميديا عشان أنا وصحبتي أصلا بنرعب بليب سكندرية فجينا عشان نتفرج على الناد كراكر الموضوع مشجع فعلا عمتا وشايفة كمان ناس أجانب كتير جايين والموضوع شكله حاجة مشرفة والأجواء حتى بره المبنى الأنوار وكده حاجات مشرفة جدا ارتبط بلي كسارة البندق بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجوائه الساحرة وأحداثه الشيقة إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص وتأثيرات على الأحداث ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية طبعا الأجواء مبهجة جدا وبصراحة دي أول مرة أجي بس حاسة أني مبسوطة يعني أني جيت وأكيد ده أكرر أن أنا أجي هنا تاني بلي كسارة البندق كتب موسيقى الروسي تشايكوفيسكي عام 1891 مستلهما إحدى القصص الفرنسية التي اكتبصت من رواية كسارة البندق وملك الفئران وعرض لأول مرة عام 1892 على مصرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان باتروسبورغ ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة بلي أوبرا القاهرة حيث تم تقديم لأول مرة على المصرح الكبير عام 1993 ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا في ديسمبر احتفالا بالعام الجديد